أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم خدمة الكشف الطبي وصرف العلاج لـ 820 حاجاً وذلك من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج بينهم 489 حاجاً تلقوا الخدمة في عيادات البعثة بالمدينة المنورة بالإضافة إلى 331 حالة في مكة المكرمة وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالية الحالات المحولة للمستشفيات السعودية بلغ 16 حالة خرجت جميعها بعد تلقي الخدمة الطبية اللازمة عدى حالة واحدة ما زالت محتجزة في مستشفى المدينة المنورة مؤكدة المرور اليومي على الحالات المحتجزة في المستشفيات ومتابعة الحالات التي خرجت من المستشفيات بعد التعافي